السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ألاف السنين الناس بتعامل مع دفن الموت بطر مختلفة وده يرجع أن لكل جاب من الشعوب معتقدات سيدة وعدات وتقاليد بتعقوم الشعوب دي وحتى واتين الحالي الناس بتعامل مع الموت بطر مختلفة وعلى الرغم من أن الطريقة السيدة هي دفن الميت أو حرق في بعض الثقافات إلا أنه في الفيديو ده نتكلم عن طر عاجبة في دفن الموت نبع من اختلاف المعتقدات والثقافات للجنائز ودفن الموت أهلاً ومرحباً بكم وفيديو جديد وقناة مقتطفات لو أنت لسه جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل القرص على الشام فيديوهاتنا توصلكم أول بأول أغرب خمس دقوص دفن الموتى في العالم الطقس الأول دقوص ساتي الهندي عادة هندية في الجنائز تعرف باسم ساتي وساتي معناه حرق الزوجة انتشرت العادة دي في العصور الأديمة في أجزاء عديدة من الهند وعلى الرغم من حضرها إلا أن العديد من القبائل الهندية لازالت بتمارس العادة دي لكن بسرية مطلقة وغالباً ضد رغبة الضحية كان بعد وفاة الزوج كانت فيه دقوص جنائزية خاصة تمارس على الزوجة وكان دا من خلال حرقها حية أو أنها تقلد نفسها حتى الموت مش بس كده دا كانت فيه أشكال تانية من الطقوص المرعدي زي أنها تدفن حية أو يتم إغراءها وهي على قيد الحياة الطقس الثاني بطر الإصبع في غنية قبيل الداني هي أحد القبائل التي كانت مختفة وتم الوصول لها من في القرن العشرين واليوم أصبحت معروفة بفضل السياحة قبيل الداني كان لها عادة غريبة في دفن الموتة وهي بطر أصبحهم تعبير عن عزنهم الشديدة على وفاة الميت وعلى الرغم من غرابة العادة دي إلا أنها ما كانت شي مميتة إلا أنها تسببت بالعدو وكانت العادة دي تتم عن طريق أن أقارب المتوفي يقطعوا الجزء من أصبحهم ويحرقوا ويقوموا بوضع رماده في مكان للذكرى حتى أن البنات الصغيرين والأطفال كان يطبق عليهم التقليدة ولكن تم حظر التقليدة في غينية الجديدة الطقس الثالث الدفن المعلق شعبه اللي كان بيعيش في الصين الأديمة كان متعود على تعليق توابيت أمواته أو يخفأه في أماكن محفوفة بالمخاطر تم العصور على التوابيت عن طريق حملات استكشافية لتاريخ حضارة بو وتعتبر التوابيت دي دليل ملموس على طبيعة شعبه اللي عاشوا أماته عليها لم يتم التعرف على الكثير من حضارة بو الصيني وده لقلة المدونات والمخطوطات اللي بترجع إليه تم العصور على التوابيت المعلقة في شؤون من حضارات أو في الكهوف أو في التلال العالي اللي بيصعبوا الوصول إليها فصل الباحثون أن تعليق التوابيت بالشكل دي ربما ارتبط بأسباب دينية زي أن الميت يكون قريب من السماء أو لإخفاءها من أياد لصوص الجثس أو علشان تفضل محمية من الأعداء التقصي الرابع تقوص الموت الأسترالية الأديمة كانت القبائل الأسترالية الأديمة بتتميز بأنها متنوعة وكان لكل قبيلة منهم عادتها وثقافيتها الخاصة بيها واللي كانت بتختلف عن القبائل التانية على سبيل المثال كانت إحدى القبائل دي بتقوم بطبخ قسس الموتة وبعد كده بتجمع سوائل الجسم وتدهم بي جلد الشباب اعتقاد منهم إنها بتمدهم بالقوة قبيلة تانية كانت بتجمع جماجم الموتة ويعملوها وعقلوا الشرب بحجة إنها تفضل ذكرى للميت قبيلة تانية كانت بتجفف قسس الموتة في الشمس وبعدين تحطها في فقوة في شجرة برية علشان تفضل على اتصال بالعالم الروحي من خلال الطبيعة الطقس الخامس والأخير تقوص دفن الموتة الغريبة في المكسيك يمكن من أكثر حاجات اللي بتشتهر بها المكسيك هو تعدد ثقافيتها مع خليط من الكاسوليكية الروماني ومعنى كده إن التعامل مع الموت عندهم مفوش حزن وأسى بل على العكس كان فيه احتفالات صخبة وألوان زهية وكانت تعرف الاحتفالات دي بيوم الموتة من خلال الاحتفال ده كان المشاركين فيه بيلبسوا أزياء مرعبة ويستخدموا الجماجم والعظام كزينة بالإضافة لإن الحداد ثقافة مزمومة في المكسيك قبعا المكسيكية زي الأزيتك والتوليتك بتعتبر إن الحداد سلوك غير محترم وبيقولوا إن الموت خطوة أولى في رحلة طويلة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة